اهلا بكم مشاهدين لهذا التقطيع الخاصة بسيطرة القوات المسلحة اليمنية على معسكر ماسل استاتيجي في مأرب هذا التطور الميداني يقرب القوات المسلحة اليمنية من دخول مأرب ولسيما ان المعسكر كان اخر الخطوط الامامية لقوات التحالف السعودي مع الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي وتجمع اليمني للاصلاح ماذا يعني هذا التطور الميداني عسكريا وسياسيا نبدأ مع مدير مكتب الميادين في صنعاء احمد عبد الرحمن احمد اهلا بك بداية في المعلومات ماذا عن اخر التطورات الميدانية احمد نعم نعم من حيث المعلومات احمد بداية ماذا في التطورات والمسجدات الميدانية على الارض تحديدا فيما خاص معسكر ماس وفي محافظة مأرب بشكل عام نعم بانا السيطرة على معسكر ماس استراتيجي الواقع في البوابة الغربية وهو الحامية الغربية لمدينة مأرب وايضا اخر الخطوط الدفاعية بالنسبة لقوات هادي والاصلاح والتحالف السعودي في المحور المحور الشمالي الغربي لمدينة مأرب هذه السيطرة من احتبال قوات صنعاء جاءت بعد معارك طاحنة ومعارك غير مسبوقة في هذا المحور استمرت على مدى اشهر لكن اهم المعارك سيضت خلال الايام والاسابيع الماضية تمكنت على اثرها قوات صنعاء من الوصول الى محيط المعسكر وفرد طوق عسكري كامل على المعسكر من جميع الاتجاهات وبالتالي الوصول الى المعسكر بالامس واسقاطه كليا ما ادى وما دفع قوات هادي والتحالف السعودي الى الهروب مغادرة المعسكر الى فحراء الجدعان هذا المعسكر لا يقع على بعد 25 كيلو متر من مدينة مأرب وبالسيطرة عليه تكون قوات صنعاء تمكنت من كسر اهم خطوط دفاع قوات هادي والتحالف السعودي رغم الغارات الجوية المكثفة بالامس وخلال الايام الماضية وصلت الى مئات الغارات على المعسكر ومحيطه وعلى ايضا قوات صنعاء في جميع النقاط حاولت هذه الغارات منع تقدم قوات صنعاء لكنها فشلت وفي النهاية تمت السيطر على هذا المعسكر وجميع النقاط والمناطق وايضا المرتفعات والثلال والاودية المحيطة به المعلومة ايضا تتحدث عن سيطرة قوات صنعاء على الخطة الفلتة الرابط بين صنعاء ومأرب ما يعني امكانية التقدم بالنسبة لقوات صنعاء ان عبر الخطة الصحراوي في منطقة الجدعان نحو مدينة مأرب وبالتالي تصبح المدينة تحت السيطرة النارية لقوات صنعاء وان عبر الخطة الفلتة الرابط بين صنعاء ومأرب قوات صنعاء ما زالت تخوض اليوم معارك عنيسة يعني بعد معسكر مأرب في محاولة للتقدم باتجاه منطقة الدشوش المطلة على معسكري صحن الجن وايضا تداوين وهما آخر معسكرين بالنسبة لمدينة مأرب وبالسيطرة عليهم ناريا تكون قوات صنعاء ايضا قد حققت خرقا كبيرا في معركة السيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية والمهمة احمد لو سمح تبقى معنا ينضم الينا ايضا في هذا التغطية الدكتور محمد عباس الخبير في اشعون العسكرية والامنية من جنوب لبنان اهلا بك سيادة العميد لهذه المعركة في الواقع ابعاد عدة ابعاد سياسية واقتصادية وايضا عسكرية اتوقف معك عند الابعاد العسكرية نحن امام اي مشهد ميداني اليوم بالوصول على مشارف مدينة مأرب يعني كلنا نعلم انه كانت اهداف التحالف هو الوصول الى صنعاء ودخول صنعاء وكان معسكر ماس والحلحلان وجنيدار هي اهم المواقع التي كانت تستهدفها قوات التحالف بهدف تهديد صنعاء وتمكنت من انتزاعها من يد الجيش واللجان الشعبية عام 2015 وكانت فعلا يعني هي نقاط هامة واستراتيجية وتشكل خطرا على صنعاء بالمقابل اليوم استعادت معسكر ماس باهمية استراتيجية طبعا عندما نتحدث عن معسكر ماس يعني المنطقة المحيطة فيه والاولية المحيطة فيه سقطت ايضا التهديد عمليا انتهى منذ فترة ولكن هي ضربة قاسمة لكل احلام تهديد صنعاء انتهت هذه المرحلة وايضا بالعكس انقلبت الصورة والمشهد من تهديد عسكري لصنعاء هو الى تهديد بسقوط مأرب لان معسكر ماس يقع على الجهة الغربية لمأرب وهو عمليا حد الدفاع الامامي للجبهة عن مأرب وبسقوط هذا المعسكر وسيطرت الجيش واللجان الشعبية عليه وقتل وجرح المئات حسب حتى التقارير الواردة من الجهة المقابلة من قوات هذه والاصلاح والتحالف السعودي يعني هذه ضربة وهي تهدد ايضا معسكر تداوين وصحن الجن كما اشار عبد الرحمن يعني سقوط معسكر ماس سيلحقه حكما سقوط معسكري صحن الجن والتداوين وهي المعسكرات القريبة جدا من مأرب يعني بسقوط هذين المعسكرين اليوم طبعا اصبحوا تحت التهديد يعني اذا بشوف الجغرافيا في المنطقة عندها سقوط ماس تصبح معسكري صان الجن وتداوين تحت الضغط الناري ومكشوفة ناريا ومحاورة تقدم أصبحت أسهل باتجاه مأرب يعني هو عمليا تهديد لمأرب وتهديد حقيقي لمأرب وأنا في تقديري يعني مأرب منذ فترة ذكرنا ذلك على قناة الميادين مأرب أنا بتقديري هناك كان تمهل من قبل الجيش واللجان الشعبية وإلى هي كانت قادرة يعني على حسم هذه المعركة هي كانت تترك دائما مجالات للحوار ولتراجع التحالف السعودي الأمريكي عن مواقفها أنا في تقديري برأيك سيد العميد تفضى القرار بالتقدم الميداني اليوم إلى مأرب صحيح هناك يعني ستضغط على مأرب أنا تقديري ستكون هي محطة فاصلة بالموضوع بموضوع التراجع التحالف الأمريكي السعودي إذا لم يحصل هذا التراجع على المستوى السياسي وابداء مرونة في موضوع الاستجابة لوقف إطلاق النار التبادل الأسرة فك الحصار عن الحديدة وعن كل اليمن أنا في تقديري ستسقط المعسكرات الأخرى قريبا أنا قالت القرار بإسقاط مأرب موجود ولكن التمهل فيه هو لترك فرصة للمفاوضات السياسية هذا يخدم موقف الجيش واللجان الشعبية وحكومة صنعاء بموضوع التفاوض مع التحالف السعودي الأمريكي لأنه سقوط مأرب ستعتبر ضربة قاسمة يعني ساعتها وقتها يعني شو الحديث عن معركة التحالف الاستعادة الشرعية يعني كل هذه العنوين التي رفعها التحالف الأمريكي السعودي تسقط عملياً عندما تسقط مأرب يعني هم من البداية طرحوا إسقاط صنعاء خلال أشهر كانوا يتحدثوا عن أشهر ثم طبعاً صنعاء وصمدت لهذه الحرب الكونية عليها يعني ما يحصل في اليمن يشبه ما يحصل في سوريا وصمدت والجيش واللجان الشعبية صمدوا والشعب اليمني صمد أنا في تقديري هذه العملية ستعتبر ضربة قاسمة لكل الجهود التي لازلت تراهن داخل السعودية داخل العائل الحكمي تراهن على تغيير أو تبدل في الوضع الميزاني والعسكري سيادة العميد للسؤال عن موقف السعودية وأيضاً خطواتها في هذه المعركة ولكن اسمح لي أن أعود مجدداً إلى زميلنا أحمد عبد الرحمن أحمد عندما نقول القوات المسلحة اليمنية بوجهها هناك قوات التحالف هناك قوات هادي وأيضاً هناك حزب الإصلاح هل هم على قلب رجل واحد هؤلاء بوجه القوات المسلحة اليمنية أم هناك نوع من الاختلافات والخلافات وهناك أيضاً القاعدة وداعش يشاركون أو يشاركون بشكل واضح في جبهات الفتال ضد الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات من البيضاء إلى مأرب وبالأمس كان لاستاً تغريدة رئيس مكتب الرئاسة أو مدير مكتب الرئاسة اليمنية في صنعاء أحمد حامد عن الانتصار في معركة الإرهاب وفي خوض الجيش واللجان الشعبية المعركة بشكل واضح وبنية خالصة ضد الداعش والقاعدة هذه كانت إشارة على أن قوات الجيش واللجان الشعبية استطاعت أن تحقق نصراً مهماً في المعركة التي تخوضها اليوم وهي معركة مأرب لا شك بعد ذلك وردت الأنباء ووصلتنا المعلومات عن خطرة قوات صنعاء على هذا المعذكر المهم في المدخل الغربي لمدينة مأرب طبعاً في مأرب ربما نتحدث عن معركة واحدة تجمع قوات هذه وفصائل التحالف السعودي هناك من حزب الإطلاح إلى الفصائل الأخرى لكن في جبهات القتال الأخرى يختلف الوضع كما هو حاصل في أبيان وفي المهرة وفي شبوة وحضر موت وسقطرة هناك صراع محتدم بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي يعني من مجلة الانتقالي الجنوبي إلى قوات الإصلاح إلى الفصائل الأخرى هناك خلافات عميقة هناك أيضاً صراع نفوذ وسيطرة يظهر في مناطق الثروات في مناطق الحيوية في السواحل وفي الجزر ويختفي ويتراجع في مناطق أخرى لكنه في لحظة ما تينفجر هذا الصراع في وجه التحالف السعودي ولكن سؤالي أحمد يعني هو نابع من الكلام الذي يتردد عن أن بعض التشكيلات العسكرية كانت تريد التسليم في مأرب ولكن الرياض هددتها تحت ضغط الغارات الجوية ما مدى دقة هذا الكلام؟ لا معلومات دقيقة حول هذا الأمر لكن هناك تواصل هناك اتفاقيات أبرمت بين صنعاء وقبائل مأرب وتحديداً قبائل الجدعان كان هناك اتفاقيات على تأمين هذه المناطق وعدم اعتراض مرور قوات الجيش واللجان الشعبية من هذه المناطق مقابل عدم التعرض لأبناء وأفراد قبيلة الجدعان الذين عادوا أو تركوا المشاركة وانسحبوا من جبهات القتال من قوات هذه والتحالف السعودي طبعاً قبيلة الجدعان هي من كبرى قبائل مأرب وقدمت مئات ضحايا من أفرادها في مشاركتها مع قوات التحالف السعودي وحزب الإصلاح لكن في لحظة ما أدركت هذه القبيلة أنها تقاتل من أجل التحالف السعودي فقط من أجل السعودية وما من هدف وطني واضح يدفعها إلى الاستمرار في هذا القتال العبا وبالتالي اقتربت من صنعاء وكان هناك وفد كبير من هذه القبيلة وصل إلى صنعاء واتفق مع قيادة الدولة هنا طبعاً قبيلة الجدعان الرانة تمتد من شرط محافظة صنعاء من شرط صنعاء إلى غرب مأرب وإيضاً وصولاً إلى شرط الجغراف معنى هي قبيلة كبيرة لها حدود واسعة وكبيرة وإيضاً مساحتها الجغرافية واسعة وكان لها ربما تأثير كبير في مسار هذا الطرع وهذه المعركة وأيضاً في السيطرة على هذا المعسكر الواقع في مناطق تتبع قبيلة الجدعان وينضم إلينا أيضاً أحمد إلى جانب الدكتور محمد عباس العقيدة مجيبة شمسان الخبير العسكري معنا من صنعاء أهلاً بك سيادة العقيد يعني هناك من يقول بأن إسقاط معسكر الماس هو توطأ لإسقاط مأرب هل تأخذ هذا القرار في صنعاء؟ طبعاً يعني مسألة إسقاط معسكر ماس هو يعكز العزيمة والإرادة لدى كوات الجيش والجامة الشعبية ولدى كافة أبناء شعب اليمني لعزمه نحو التحرير كافة الأراضي اليمنية وطرد الغزاة والمستلين وهذا أمر لا بد له وما طرح به القيادة السياسية وما طرح به قيادة ثورية وطرح به وزير الدفاع ومتحدث القوات المسلحة اليوم تأتي هذه التطورات نتيجة تطاعد قام به الأجوان على أكثر من جبهة وحاول من خلالها تشكيف قوات الجيش والجامة الشعبية إلا أن الجيش استطاع أن يرحب تلك الزحوفات وأن يتقدم بعد أن تم كثر زحوفاتهم واستطاع أن يسيطر على مؤكترات الذي يعد أهم القواعد الاستراتيجية التي كانت السعودية تستخذ منها منطلقاً لعملياتها منذ بداية الأجوان وبالتالي سقوط هذا المؤكتر يمثل برضا قوية وصادمة لتحالف العجوان على أكدار أن هذا المؤكتر بما كان يحتويه من قوات ومن الإنسانيات ومن قدرات وأيضاً بموقعه الاستراتيجي الذي يمكن الجيش والجامة الشعبية التي سيطر عليه أن يمنحهم قوى أكبر للإطلال إلى المناطق التي تطل على طحن الجن الذي يمثل مقر لوزارة الدفاع السابعة لتحالف العجوان وأيضاً لقائد التداوين العسكرية الكبرى والذي كان ولا زال يتخذ منها الإدوان منطلقة لكافة عمليات القتالية ضد بناء الشعب اليمني وبالتالي هذا أن التقدم لأبناء الجيش واللجانة الشعبية مسنوداً بالقبائل الشرفاء هو يعكث الوضعية الحقيقية لقواتنا المسلحة بسعيها الجاد بتحرير الأراضي اليمنية ودحر الغزاة والمرتزقة من كافة أراضيها وهذا أمر لا ممارى فيه وأن الجيش عازم بكل إصرار على تحرير الأراضي اليمنية وبالتالي هذه الخطوة القاصمة ستتبعها حطوات لا شك إما سياسياً وإما عسكرياً ولكن يبدو الآن نتيجة التصعيد الذي يقوم به العدوان أن الخدرات المنقتالية التي ينطلبها الجيش واللجانة الشعبية استطاعت أن تحفظ انتصارات وتمسيح ضاربات قاسمة لتحالف العدوان خلال سيطرتها على هذا المعسكر والتقدم إلى ما بعد معسكر مات بيعطيها أفضليات بإطلالة على معسكر تداوين ومعسكر طحن الجين سيطرت العقيد هناك من يقول بأن معركة مأرب صممت لالتهام المقاتلين من كلا الطرفين بحيث بأن لا هناك ليس هناك من هزيمة كاملة وأيضاً ليس هناك من انتصار كامل هل يمكن أن نكون أمام معركة استنزاف أم أن الوقائع الميدانية تشيي بعكس ذلك لا شك أن من يتابع الأحداث ويقرأها بدقة بدون مواربة فيعرف بأن المسألة ليست كما يتحدثون وأن الأمور معكوسة كما هو من خلال المعطيات الواقعية التي يتحدث عنها اليوم الميدان بأن الانتصارات الساحقة التي يقصصها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جنها الشمالية الغربية لمحافظة مأرب والتقدمات العائلة رغم كل ما كان يمتلك العدو من إمكانيات ومن قدرات ومن تغطية قوية ورغم كل التفريح الذي كان يمتلكه العتاد البشري إلى غيره من الإمكانيات كل تلك الإمكانيات تحقت أمام صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية وتحققت انتصارات لم يكن التحالف يحلم أو لم يكن يتوقعها أو لم تدر بعلى باله وبالتالي السيطرة اليوم على مؤكرا ما هي ضربة لهذه الصورة التي يتحدثون عنها بأنها عملية استنزاف وأنه لا توجد انتصار لطرف بشكل كامل وإنما يعكس وضعية حقيقية وإرادة صلبة لأبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودة بالقبال الشرفاء الذين رأوا بأن التحالف قضلهم في أكثر من موقع وكما تحدث أخي أحمد عبد الرحمن ضيقكم الآخر بأن اليوم القبائل اليمنية تصف تباعا للعودة إلى صنعاء بعد أن خضلها تحالف العجوان وتعاملوا معها كمرتزقة وهذا أمر لا تقبلهم قبائل اليمنية اليوم شاهدنا أخنا أيام السابقة توافط مشايق قبائل الجدعان ونقفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية والتزامهم بأن أرضا ستكون مستوحة أمام مرور القوات اليمنية بهذه الطريقة اليوم القبائل سنسحب سدريجيا من قواءات تحالف العجوان وتعود إلى صفة الوطن هذه ضربة أيضا قاطمة لتحالف العجوان كون من يحمي ما أريد كانت في تلك القبائل التي ضحت بكثير من أبنائها في شبيل الوهن الذي بعه لها التحالف وأدركت في الأخير بأنها لا يمكن أن تكون إلا خاسرة في بيعها لهذا الوطن وأدركت أن مكسبة هو بالعودة إلى صفة الجيش واللجان الشعبية الذي استطاع أن يحقق الانتصارات وليحق الهزائل الكبيرة بتحالف العجوان اليوم الخاسر الأكبر هو تحالف العجوان وتقدرة الجيش واللجان الشعبية على كافة المسارات لا زالت مستمرة وتطوير محافظة معرد على كافة المسارات لا زالت مستمرة وهم تلقوا الضربات القاطمة خلال الأيام السابقة التي لم يعلنوا عنها وإنما اكتفوا بمحاولة تغطيتها ومواربتها إعلانيا رغم وقعها الكبير وذهاب الكثير من القيادات الكبيرة داخل معاكراتها التي تمت سيداتها من قبل الجيش واللجان الشعبية العقيد مجيب بنتيجة كل هذه التطورات والمسجدات الميدانية هل يمكن القول اليوم بأن أبواب الصنعاء أصبحت آمنة بشكل كامل؟ لا شك بهذا أبواب الصنعاء قمنا تماما يوم ما تم إنجاز تلك العملية الكبرى عملية البنيان المرصوص والمدينة تم من خلالها دحر تحالف العدوان من المنطقة الاستراتيجية الهامة التي كانت تطل على مدينة الصنعاء من الشمال الشرقي وهي منطقة مهم والتي كان العدوان يحضر لها بأكثر من 17 لواء عشكري إضافة إلى ألوية أخرى في مأرب وفي الجوف وأكثر من 20 كتيبة كانت تحضر هذا الخطر المهجق الذي كان على أبواب الصنعاء تم دحره خلال تلك العملية اليوم التقدم لاحو مدينة مأرب وبالتالي أصبحت مدينة العاصمة صنعاء مؤمنة من كافة الأطراف وأصبحت المنطلقات التي كان ينطلق منها العدو باعتبارها قواعد أسكرية ينطلق منها لتنفيذ كافة عملياته على الصنعاء أصبحت اليوم هي المطوقة والمحاصرة من قبل الجيش واللجانة الشعبية وأبناء القبائل الشرفاء الذين يدركوا حقيقة ذلك التحالف وهم اليوم من يعيشون ذلك الخطر ويصحبون أتلحاتهم كما هو واضح للجميع بأن التحالف السعودي قام بتحضر ألياته العدوية من معسكر طحن الجن الذي كان يمثل قائد وزارة الدفاع إلى معسكر تباوي هذه المعطيات والإنجازات هي تعكس اليوم المستوى الذي وصلت إليه صنعات في تأمين سواء مواقعها أو في تهديد مواقع تحالف العدوان والسيطرة عليها وتطولتها وإعلامهم بأن تحريض الأراضي اليمنية بات قريبا شكرا جزيلا لك العقيد مجيب شمسان الخبير العسكري كنت معنا من صنعاء وعود إليك سيدة العميد محمد عباسين هناك معلومات تقول بأن السعودية تواصل سحب قوتها وأسلحتها الثقيلة من مأريب وأيضا في المعطيات التي ذكرها زميل أحمد عبد الرحمن هناك غارات مكثفة في هذه المنطقة لماذا هذه الغارات لا تجدي نفعا في هذه الجغرافية الميدانية برأيك يعني ليس في اليمن وحدها معروف أنه سلاح الجو لا يحسن معركة لا يحسن معركة هو يلحق خسائر بالطرف الآخر ولكن الجيش واللجان الشعبية منذ حوالي منذ أن بدأت الحرب العدوانية على اليمن تعاملوا مع سيطرة القوات السعودية السيطرة الجوية على الأجواء في اليمن وتعاملوا مع هذا الأمر كأمر حقيقي وحاصل لذلك في البداية يعني عمدوا إلى الدفاع السلبي بمعنى الانتشار لأنه لم يكن يملكوا أسلحة مواجهة للطائرات الطائرات التحالف السعودي لذلك كانت عمليات محدودة على مستوى وحدات صغيرة يعني إذا كنا نشوف نحن بالعمليات كانوا يعملوا إغارات على مستوى وحدات محدودة العدد أقل من كتيبة كي لا يؤمنوا تجمع للقوات ويصبح حدفا سهلا لغارات الطائرات السعودية اليوم بعد كل هذه المعارك وفشل العدوان السعودي لم يعد هناك بنك أهداف للطائران السعودي الطائران السعودي يركز على إيقاع الخسائر في المدنيين والبنية التحتية لأنه على جبهة وانتشار وتمرس المقاتل اليمني على مواجهة الطائرات أصبحت الخسائر محدودة لذلك هو يضغط بقصف البنى التحتية بقصف الأماكن والتجمعات الأهلية بهدف مستشفى لا هو لم يترك أي هدف مدني ضو قيمة من جسر لمستشفى حتى لاحق يعني حتى الأسواق أسواق التجارية كلها تعرضة للقصف لذلك العمليات الجوية لا تستطيع حسن معركة وهذا ثبت يعني صحته على مدى خمس سنوات بديعود أكد بس أنه معركة مقرب يعني هو الحديث عن توازن القوة لا ليس هناك توازن قوة حاليا توازن القوة يمين لمصلحة الجيش واللجان الشعبية لأنه كل الهجمات اللي كان يقوم بها التحالف السعودي كان يتم صدها بالمقابل عندما كان الجيش واللجان الشعبية يأخذون قرار بالهجوم كانت دائما عملياتهم تكون ناجحة والعملية التي جرت منذ عدة أشهر في الشمال الشرقي لصنعاء وسقوط 17 لواء لتحالف العدوان واليوم من جهة الشارق باتجاه مأرب أيضا سقط معسكر ماس القرار القرار أصبح بيد الجيش واللجان الشعبية هم يقررون وقت المعركة والذي يؤكد هذا الموضوع أن القوات السعودية التي كانت موجودة فيها معسكر ماس انسحبت إلى وادي مويس والتداوين قبل العملية أو عندما أحسوا أن المعسكر سيسقط يعني عندما يتخذ القرار من قبل الجيش واللجان الشعبية بإسقاط هدف عسكري حساس هم قادرون على فعل ذلك سواء حصل خلال فترة وجيزة أو خلال فترة متوسطة يعني المعسكر ماس كان يظهر لتحالف العدوان أنه سيسقط لذلك هم سحبوا العديد من الآليات وبالأخص الوحدات السعودية المؤازرة للقوات الموجودة في ماس انسحبت قبلهم إلى ودي مويس وتركوا باقي القوات تلاقي مصيرها أنا في تقديري عندما يتخذ القرار عدو أو كارير عندما يتخذ القرار بإسقاط تداوين هذا الأمر سيحصل ولكن لم تغلق أبواب الجيش واللجان الشعبية وحكومة صنعاء لم تغلق الأبواب في وجه في وجه الحل السياسي الذي دائما يفشله تحالف العدوان وعندما يتخذ يعني دائما هي تقوم بالعملية بشكل متدرج للضغط سياسيا على التحالف السعودي موضوع القبائل الذي أشار إليها العقيد سيادة العقيد موضوع القبائل يعني القبائل عندما أحست أن المعركة لا تميل لصالح لصالح تحالف العدوان هي فتحت خطوط خطوط مع صنعاء ولكن لو كان الأمر معكوسا أنا لا أعتقد أن أن هذه القبائل كانت تراجعت عن موقفها المؤيد لما يسمى الشرعية هذه منذ عام 2015 يعني خلال أربع سنوات زجت أبنائها وكانوا بمثابة أكياس رمل للدفاع طارة عن السعودية وطارة عن مشروع السعودية من خلال هذه أحمد عبد الرحمن يعني النتيجة الأولى أو من النتائج الأولى لكل هذه المسجدات الميدانية هو خسارة مواقع ولكن يقال بأن هناك انهيار أيضا في المعنويات لقوات هادي وأيضا لبعض القبائل التي لا تزال تشارك في هذه المعركة إلى أي حد أيضا هناك دقة في الكلام المنقول عن أن قيادات أجبرات لتكون في الصفوف الأمامية في هذه المعركة ويعني هي في عداد القتلى اليوم من اللحظة الأولى التي انتقل فيها الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى الهجوم على مأرض أصبحت هذه المعركة خاسرة بمعنى الهجوم بدأ وبدأ على إثره التقدم المتسارع والانهيار في المقابل الكبير والمتسارع لقوات هادي وحزب الإصلاح والتحالف السعودي في الخطوط الأمانية في الجبهة الأمانية لبعرب اليوم بعد سقوط وبعد استعادة السيطرة على معذكر ماس بعد خمس سنوات من سيطرة التحالف السعودي عليه وخروج قوات صنعاء من هذه المناطق في مأرب وعودتها إلى مناطق صنعاء تبدأ مرحلة جديدة ما يعني أن معركة مأرب وسيطرة على مدينة مأرب آخر معاقل قوات الإصلاح وهذه والتحالف السعودي باتت في حكم المنتهي وحدوتها ربما خلال أيام قد لا يتأخر ذلك معذكر ماس هو قاعدة مهمة ونقطة تحول مهمة في مسار هذه المعركة التي بدأت منذ أشهر ولن تنتهي كما تقول صنعاء إلا باستعادة السيطرة على مدينة مأرب وضمها إلى الجغرافية الوطنية بذلك ينتهي الوجود الأخير لقوات هذه وحزب الإصلاح وبالتالي التحالف السعودي وزارة الدفاع وزارة الدفاع هذه في معذكر صحن الجن سيتم السيطرة عليها بسيطرة على هذه المناطق وعلى تلك المعسكرات وبالتالي لا وجود أصبح اليوم لقوات هذه والتحالف السعودي وحزب الإصلاح في الجغرافية اليمنية إذا ما تحدثنا عن المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات صنعاء أو تلك المناطق الواقعة اليوم تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إداراتيا هذه الحكومة وهذه القوات باتت غير مرغوب بها وأيضا مطرودة من جميع المناطق اليمنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا اليوم الكلمة باتت لمن يمتلك القوة على الأرض لمن يمتلك زمام المبادرة واستعاد زمام المبادرة ونحن نتحدث اليوم عن قوات الجيش واللجان الشعبية التي تخض معارك في مأرب وأيضا تخض معارك جنوبا في محافظة الضالع وأيضا تنفذ الهجمات اليومية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالكتية غير المعلنة رانا يعني هي تخض معركة مأرب وأيضا تنفذ بربات لا تعلن عنها كما لا تعلن أيضا عن انتصاراتها في هذه المعركة المصيرية والمهمة في مأرب حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن السيطرة على معسكر مات المهم والستراتيجي في مأرب يعني تحدث عن الجهات الرسمية لم يخرج ناطق الجيش ولم يغرد ولم ينشر عن ذلك أي خبر حتى هذه وأسمح لي بما أنك أثرت هذا النقطة أحمد أن أنقل هذا النقطة إلى معالي الوزير أحمد العلي ووزير السياحة في حكومة صنعاء ومنسق الجباء الوطنية لتحرير الجنوب معنا من صنعاء ألم بك معالي الوزير لماذا لم يتم إعلان سقوط معسكر ماس بشكل رسمي وواضح؟ شكرا لكم وتحية لضيوفكم الكرام أيضا في الواقع أنا أمثل أجارك السياحة يعنيني جدا الآثار والمواقع السياحية التي تتميز مدينة مارك ومحيطها بهذه الآثار ذات التاريخ والحضارة هناك ناطق رسمي لكن على العموم نستطيع التأكيد أن معسكر ماس كثقة فعليا بهذه الرجال الرجال من الجيش والليان الشعبية وأن وفق مدينة مارك بات قريب جدا من قوات بنادة المجاهدين هذا هو الإنجاز الذي يتحقق يوميا ونراه بأم عيوننا ولا يمكن أن ينكره أحد إضافة إلى أن ما يسمى بقوات تحالف العدوان وقد بدأت انسحابها منذ وقت مبكر تقريبا من خلال أسبوع أو عجرة أيام هناك عمل وهناك سحب لكثير من المعدات العسكرية الشاحنات والمجندرات وغيرها باتجاه الحدود باتجاه العفر باتجاه سيئون هذا هو الواقع اليوم بمعنى آخر نستطيع التاكيد أن حال حدنا حدنا في استعادة أراضينا من المحتل والغاشم وأيضا تحريرها من دنة الغزاء والمحتلين وكذلك مرتزقتهم طيب مع الوزير وإن كنت وزير السياحة ولكن السؤال لابد من طرحي هل نحن أمام قرار ميداني حاسم باستعادة مأرب أم أننا أمام ضغط سياسي قابل لتفاوض لا يوجد سيدتي الكريمة ضغوط سياسية لقيادة البلد لقيادة الثورة والقيادة السياسية كان هو أهم شعار رفعناه منذ اللحظات الأولى للعدوان لكن بعد أكثر من ست سنوات بعدها عمليات القتل والإجرام وتدمير الكثير من المنشآت الوطنية والبناء التحتية ما بكي هو استرداد هذه الأرض بقوة السلاح وأيضا تحريرها حتى أن نصل إلى أبعد نقطة من أرض اليمن والجغرافية اليمن المعروفة والتي تآكل بعضا منها على مدى السنوات من قبل نظام السعودي هذا الكلام مفهوم معالي الوزير ولكن أيضا لبعض المحافظات خصوصية لمأرب خصوصية ويقال بأن من يسيطر على مأرب ربما هو سيستلم دفة هذا الحرب ويحدد مسارها هل الحكومة اليمنية مصر على استعادة هذه الأراضي هذه المحافظة بالتحديد اليوم بدون شك سيدة الكريمة هذا هو إصرار شعبنا اليمني ومن وراء كيادة التطورة والكيادة السياسية والحكومة أيضا هذا هو هدف سامي ونبيل بكل أبناء الشعب اليمني ماذا يجري أولا في هذه المناطق المحتلة يجري عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا لا يمكن أن نطمس على هذه الممارسات الإجرامية توان كان في مارد أو في عدن أو في تعز أو في غيرها من المناطق هذه المناطق المحتلة تحولت إلى مناطق تمارس فيها عمليات الإجرام والقتل اليومي هناك أيضا ضائقة يعيشها أبناء المناطق المحتلة هناك الأسعار مرتفعة جدا وهناك معاناة حقيقية لا خدمات لا أمان وبالتالي أصبح من واجبات الطلطة في صنعها من واجبات القيادة من واجبات أيضا الجيش واللجان الشعبية تحرير هذه المناطق وإنكاذ أبناء اليمن من هذه التصرفات الرعناء والإجرامية والتي تستهدف مقدرة شعبنا ناهيكم عن ما بالثروة المنظمة الذي يجري على قدم وساك الثروة النفطية في مارف والخاذية تنهب منذ وقت مبكر إذن علينا أن نحرر هذه الأرض وأن سعيد هذه الثروات لنوزعها توزيح حادل على أبناء شعبنا اليمنى هذا هو هدفنا السامي وهذا هو قرارنا النهائي لا تراجع إطلاكا عن هذا القرار الذي يختم أبناء شعبنا اليمنى فقط لذلك أقول بأن لهذه المعركة أبعاد سياسية وعسكرية ولكن أيضا اقتصادية وهي نفطية في المقام الأول ولكن بما أنك تطرقت معالي الوزير إلى الجانب والعامل الإنساني بالأمس الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن اليمن وقال بأننا ربما أمام أسوأ مجاعة قد يشهدها العالم منذ عقود في أي إطار تضعون هذا الكلام صادر عن مسؤول أممي؟ تعودنا سيدتي الكريمة على مثل هذا الكلام والتصريحات التي تحاول فقط أن تغمض العين وتفتع عين على معاناة شعبنا اليمني هذا الكلام ليس جديد العدوان مارس شدة أنواع الأعمال الإرهابية والإجرامية الحصار بماذا الحصار أصلا؟ هناك جبات عذكرية فليأتوا بمكاتلين وقد أتوا بمكاتلين وهذه هي الجبهة الحقيقة التي يجب أن يجرب الناس فيها لكن أن يلجأ هؤلاء العتاء هؤلاء المغفلين من نظام آل شعود والإمارات إلى عملية حصار خامك على شعبنا اليمني هذا الحصار أيضا أوجد صلابة وأوجد قوة وبالتالي نعم هناك نوع هنا حقيقية وهناك حالات فكر تنتشر وهناك يعني مأساة إنسانية ربما الأمين العام تحدث عنها منها يعني الهروب من واكع معين أو للقول أن الأمم المتحدة لا زالت تحنى بحقوق الإنسان في كثير من مناطق العالم لكن أمام معاناة شعبنا لم تحرك الأمم المتحدة شاكم إطلاقا وظلت المعانا واستمر الإطار والجديد إلى حتى الآن شكرا جزيلا لك مع الوزير أحمد العلي ووزير السياحة في حكومة صنعاء ومنسق الجبهة الوطنية لتحرير الجنوب أعود إليك سيادة العميد محمد عباس يعني في خضام كل هذا المعركة وهي معركة استراتيجية ومصرية هل نتوقع ربما تحويل الأنظار وإشعال جبهات مشاغلة يعني البعض يتحدث اليوم عن أن الأنظار قد تتجه إلى باب المندب وأيضا البحر الأحمر هل نتوقع ذلك؟ يعني في باب المندب والبحر الأحمر وتحديدا في الجنوب يعني هناك معارك كما ذكر عبد الرحمن معارك بين الحلفاء يعني معارك بين المجلس الانتقالي وقوات هذه طبعا هم يتفقون في مقرب على مواجهة يعني في المعركة مع الجيش والإجان هم اتفقون ولكن التنازع على السلطة في الجنوب قائم والمعارك هناك قائمة لا أنا بدي أقول موضوع مقرب يعني قبل استلام الإدارة الأمريكية الجديدة ستتصعد العمليات وأنا في تقديري قد يفتحون كما ذكاتي مواقع مشاغلي ولكن في مناطق التماس مع الجيش والإجان الشعبي يعني في كل المحافظات التي فيها تماث قد يفتحون معارك مشاغلي ولكن هذه لن تقدم ولن تؤخر في تغير الوضع الميداني أنا في رأيي من هلأ لمجلة شارين يعني قد يلجأ الجيش والإجان إلى تصعيد العمليات في مقرب تحديدا لأهميتها استراتيجية وقد يسقط معسكر تداوين قريبا لأنه من الناحية العسكرية البحثة تعتبر ماس هي الحد الأمامي في الدفاع عن مقرب يعني هي خط الدفاع الأول عن مقرب طبعا خط الدفاع الثاني وراها مباشرة على 10 أو 15 كيلومتر هي التداوين ووادي جنيدار وصحن الجن هذه المعسكرات هي تعتبر على خط الدفاع الثاني عن مقرب يعني إسقاط هذه المنطقة تصبح مقرب ساقطة عسكريا وهذا يعطي أوراق لاحقا في أي مفاوضات سياسية خاصة أن الإدارة الجديدة وعدت مع أنه أنا لا أتأمل كثير على الإدارة الجديدة خاصة أن إدارة الإدارة الأمريكية زمن أوباما هي التي فتحت الحرب ودعمت العدوان السروري ولكن مع الترام تساعدت جدا وكان هناك تفويض مفتوح يمكن وقت إدارة أوباما كانت تفويض غير كامل أما كانت الإدارة الأمريكية تفويض مفتوح وتغطية الجرائم السعودية أمام الأمم المتحدة يصبح الوضع حاليا مختلف بعد أن عجز الحصان السعودي عن إكمال الصباق في الحلب أنا في تقديري سترجع الولايات المتحدة للإنزال السعودي عن الشجرة وتقديم حل سياسي حل سياسي ليس بالضرورة أن يكون يعني طبعا الأرض هي التي تحصل كيف سيكون شكل هذا الحل وطالما الجيش واللجان يمتلكون القوى أكيد الحل السياسي سيكون لصالح اليمن وشعب اليمن وأبناء اليمن لذلك أنا في تقديري قبل ذهاب إدارة ترامب ستصعد المقاومة في اليمن من عمليات الجيش واللجان الشعبية ومأرب هي الأساس هذا لا يعني أن بقية الجبهات ستتوقف ولكن المعركة الحاسمة ستكون في مأرب لأهمية مأرب من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية كما ذكر معالي الوزير وأيضا من الناحية السياسية لأن مأرب هي القريبة لصنعاء ويمكن أن تكون كمان عامل حاسم في موضوع انقلاب القبائل على التحالف السعودي ومد اليد لصنعاء طيب بما أنك ذكرت أيضا سيادة العميد بأن الجبهات الأخرى لن تتوقف أعود بهذا الجزئية إلى أحمد عبد الرحمن أحمد هناك رسائل أيضا جوية من حكومة صنعاء باتجاه التحالف السعودي والأراضي السعودية بالتحديد ما جديدها؟ هناك ضربات نعرف عنها من التحالف السعودي الذي يتحدث عن إسقاط واعتراب طائرات مسيرة بالآن تعلن عن اعتراب طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة لكن في المقابل لم يكن هناك أي إعلان من قبل قوة صنعاء كما هو الحال أو كما جرت العادة بالنسبة لكثير من العمليات التي تعلن عنها السعودية وتحالف السعودي إما بالاعتراب أو إما بالإسقاط تقابل هذا بالصمت من قبل قوات صنعاء ربما هناك استراتيجية جديدة وهي جديدة قديمة في الواقع من ضمن هذه الاستراتيجية هو تنفيذ بعض العمليات غير المعلنة ويكتفي الجانب اليمني بالإعلان السعودي عن تلك العمليات وقد يكون الجانب السعودي صادقا وقد يكون كاذبا بمعنى أن هذه العملية قد يكون نجحت في الوصول إلى أهدافها كما حدث في كثير من العمليات التي نفذتها صنعاء وأعلنت تحالف اعتراض صواريخها أو اعتراض طائراتها المسيرة لكن في الواقع كانت هذه الطائرات قد وصلت إلى أهدافها وإلى أبعد نقطة في الأراضي السعودية ونتحدث هنا عن عمليات ينبع وعن عمليات فياض وعن عمليات أخرى اليوم أيضا في الداخل وفي جبهة الداخل رانا رافق معركة مأرب عمليات وضربات صاروخية كبيرة ومتعددة هذه الضربات أيضا لم يعلن عنها من جانب صنعاء هناك أيضا انتصارات وهناك إنجازات عسكرية حققتها قوات صنعاء هل من تفسير أحمد لعدم إعلان صنعاء عن هذه الإنجازات؟ في جميع العملية الأخيرة من البنيان المرصوص إلى نصر من الله إلى هذه العملية وعملية الأخرى فمع تنفذ العملية العسكرية الكاملة ولا تعلن ولا ترافق هذه العملية أي إعلانات أو بيانات أو تغطية إعلانية من وسائلها الرسمية أو الوسائل التابعة لحركة أنصار الله بعد إنجاز هذه المهمة وبعد انتهاء المعركة تعلن عنها كلية وعن الإنجاز العسكري بشكل كابر بمعنى تعلن عن تحقيق أو تحرير مناطق واسعة كما حدث مع نهل وأيضا كما حدث في الجو وأيضا كما حدث في معركة نصر من الله على الحدود بين صعدة ونجرها أحمد اسمح لي أن أختم معك بالجانب الإنساني منظمة الججة الدولية تحدثت عن عمليات نزوح كثيفة من محافظة مأرب تحدثت عن 150 ألف نازح باتجاه أي مناطق يتم النزوح اليوم ليس هناك ارقام أو معلومة دقيقة عن هذا النزوح وعن حركة هذا النزوح ومسار هذا النزوح لكن هناك أيضا بحسب مصادر أهلية نزوح إلى مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية باعتبارها مناطق آمنة يعني غير معرضة لأي خطر قادم مستقبلا أيضا هذا النزوح رانا هو يحدث من مناطق سيطرة قوات هادي وأيضا من المناطق التي تتعرض للقصف والضربات والغارات الجوية من قبل التحارف السعودي المعارك اليوم تجري في مساحات صحراوية واسعة وفي محيط معسكرات ومواقع عسكرية وفي خطوط وطرق رئيسية رابطة بين مدينة وأخرى بين صنعاء ومأرب بين صنعاء والجو وهكذا بمعنى هذه مناطق غير مشكورة وبالتالي النزوح لا يمكن أن يحدث من مناطق غير مأهولة بالسكان هذا النزوح من المناطق التي تتعرض من قصف يومي إما من قبل قوات التحارف السعودي المتواجدة على الأرض أو من قبل طائرات ومقاتلات التحارف السعودي التي تستهدف المناطق الآهلة بالسكان وتستهدف المناطق المواطنين وتستهدف الناس في الطرقات وفي القطوط العامة وفي المزارع وفي جميع الأماكن التي يقصدها الناس ويتواجدون فيها وهم من يدفعون الناس إلى النزوح كما يحدث من المناطق الحدودية التي تتعرض لقصف جوي وبري يومي متواصل في الواقع هذه النقطة كانت جديرة أيضا بالإضاءة عليها وأيضا توضيحها للمشاهدين شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنع وشكر موصول لك سيادة العميدة دكتور محمد عباس الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية كنت معنا من جنوب لبنان وشكر أكبر لكم مشاهدين على متابعتكم لهذا التغطية الخاصة حول آخر المسجدات في اليمن إلى اللقاء